ألوك بالتحديد ما علاقة مختلف المسارات التفاوضية التي تجري الآن بين الأطراف الليبية أولا تحيات لحضرتك ولدكتور عبدالله ولكل السادة المشاهدين بالتأكيد ما يجمع كل هذه المسارات السلاسة تحديدا هي كلها تدور حول سلاسة مسارات إما مسار عسكري ومسلو مسار جينيف 5 زاد 5 أو مسار المسار السياسي الذي كان في بوزنيقة في المغرب ويستأنف في تونس بالإضافة أيضا للمسار الاقتصادي والذي بدأ أيضا في القاهرة كل هذه المسارات انبسقت عن مؤتمر جينيف الذي عقد في يناير الماضي والهدف في النهاية والمحطة الأخيرة هو الوصول إلى خريط الطريق السياسية تفضي في النهاية الانتخابات الرئاسية وبرلمانية وانتخابات يختار فيها الليبيون ممثلوهم في المستقبل وتنتهي المرحلة الانتقالية وتبدأ المرحلة الدائمة لكن يبدو أن هذا هو طموح كبير وسقف عالي جدا من التوقعات رغم ما تم من تحقيقه من خطوات شفنا في المفاوضات التي جرت في مدينة الغردقة بالقاهرة وهي أيضا تنتمي إلى المسار العسكري وهي كانت تحضر للاتماعات التي بدأت أول أمس في جينيف المسار 5 زاد 5 وبالفعل أسمرت عن بعض الاتفاقيات تتعلق بفتح الطريق الساحلي ما بين سيرت إلى مدينة مصراطة وأيضا فتح بعض الطرق البرية تحديدا إلى مدينة سبهة في الجنوب لأن منطقة الجنوب تم تهميشها وتعاني من مشاكل كثيرة وهناك نقص كبير جدا فيها الخدمات وبالتالي فتح الطرق نحو الجنوب شيء مهم للغاية أيضا تم الاتفاق على عدد هيكلة حرص المنشآت النفطية وهذا مطلب كان ليس فقط للمطالب لبعض الجهات الليبية لكن أيضا لجهات دولية لكن رغم كل ذلك المشكلة الكبيرة المتعلقة بالمرتزقة والإرهابيين والميليشيات هذه مشكلة كبيرة للغاية نحن حتى الآن لم يصل الطرفين إلى فكرة أو إلى تصور لوقف دائم لإطلاق النار نحن الآن في مرحلة تسمى التهدئة أو استراحة محارب لكن لم نصل إلى مرحلة وقف إطلاق النار لأن وقف إطلاق النار يحتاج إلى طرد المرتزقة والميليشيات وغيرها وهذا الأمر صعب جدا وربما حتى تتجنب الكثير من المنصات سواء في الغردقة أو في جينيف التطرق لهذه النقطة الحساسة لأن ربما الوصول إليها قد يؤدي إلى صدام أو إلى تعصر مفاوضات أو ما إلى ذلك على الجانب آخر نرى أيضا خطوات سلبية من قبل تركيا تحديدا في قاعدة الوطية غرب ليبيا نعم